من جديد أهلا بكم أعلنت أنقرة عن مسعها لإقامة منطقة عزلة في أشمال السوري المتاخم لحدودها غير أن المسعى التركي سرعان مصطدم بالرفض الروسي يأتي ذلك فيما تتواصل تطورات السياسية والميدانية في المشهد السوري وكان أبرزها دخول الجيش السوري ريف الرقة الغربية مع قل تنظيم داعش أعلن نائب رئيس الهزراء التركي لجين أقدغان أن بلاده تريد إقامة ما أسماه منطقة آمنة بعمق عشرة كيلومترات في شمال سوريا على خط الحدود مع تركيا تضم مدينة إعزاز وأضاف أقدغان في مقابلة مع قناة خبر التلفزيونية أن هذه المنطقة يجب أن تكون خالية من الاشتباكات مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى في الوقت الحالي إلى إجراء عملية برية في سوريا الصعي التركي لاقى رفضا من قبل روسيا التي قالت على لسان نائب وزير الخارجية الروسية جنادي جاتيلوف أنه لا يمكن قبول أي قرارات بشأن إنشاء منطقة حظر طيران من دون موافقة الحكومة السورية ومجلس الأمن الدولي وأضاف جاتيلوف أن اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في سوريا بمشاركة خبراء روس وأمريكيين وكذلك دول أخرى مؤثرة سيحقد بعد غد الجمعة وقال جاتيلوف أن تنفيذ اتفاق ميونيخ لتسوية الأزمة السورية قد بدأ مشيرا إلى أن الفريق المكلف بالمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة أجرأوا لاجتماعاته وسيعقد يوم الجمعة القادم اجتماعه القادم مضيفا أنه ستتم مناقشة الإجراءات العملية لإنصال المساعدات للشعب السوري في المناطق المحاصرة وعلى صعيد متصل قال الهلال الأحمر العربي السوري أن مئة شاحنة على الأقل تحمل مساعدات إنسانية توجهت برعاية الأمم المتحدة لمناطق محاصرة في سوريا انطلاقا من دماشق وأن من بين المناطق المحاصرة مضايا والزبداني ومعظمية الشام قرب دماشق وقريتي الفوعة وكفرية في محافظات إدلب ميدانيا سيطرت وحدات الحماية الكردية مدعومة باللجان الشعبية والطيران للحرب السوري والروسي على حدة مبان في منطقة السكن الشبابي شمال شرق حلب بالتوازي مع تقدم باتجاه بلدة إعزاز الحدودية مع تركيا فيما سيطر الجيش السوري على بلدة الشيخ عيسى الواقع بين مارع وتن رفعت بريف حلب الشمالي فيما تقدمت وحداته على محور مدرسة المشات في ريف حلب الشرقي بعد اشتباكات وصفت بالضارية مع جماعات مسلحة بينها أحرار شم والنصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا بموازات ذلك سيطر الجيش السوري وحلفائه على مواقع وتلال باتجاه قرية مارينة التي تعد بداية الريف الغرب لمدينة الرقة مع قل تنظيم داعش في تطور يشير إلى عمليات عسكرية بات الجيش وحلفائه ينفذونها من ثلاثة محاور لنقل العمليات إلى ريف الرقة في مرحلة أولى من مراحل استعادة المدينة التي سيطر عليها التنظيم قبل ثلاثة أعوام واتخذها معقلا مركزيا ترجمة نانسي قنقر